اشتركوا في القناة الحمد لله ونطمح إن شاء الله أكثر وكثر للشيء ذا بصراحة كمواطنين حنا بصراحة فرحنا بالخبر اللي سمعنا اليوم مقابلة ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الله يحفظه واستبشرنا الخير الحمد لله فيه في الحقيقة دائما المملكة عندها رؤية مستقبلية من عهد الملك عبد العزيز رحمة الله عليه هو الملوك من بعده ودائما الرؤية المستقبلية هي اللي حفظت الأمن والأمان الاقتصادي للمملكة يمكن تلاحظ أن المملكة دائما في كل الأزمات الاقتصادية والحمد لله رب العالمين تنعم بأمان اقتصادي بسبب الخطط الاستراتيجية المتطورة لتسعى لها المملكة دائما وتثبت أقدامها لحفظ الأمان الاقتصادي للمملكة العربية السعودية وتعرف الوزن الاقتصادي للمملكة نحن لا نعتمد على النفط فقط بل وجدنا بدائل ويمكن الخطوة الأخيرة للسمو سيدي ولي ولي العهد محمد بن سلمان حفظه الله خطوة كانت جبارة أبهرت العالم يعني العالم كله كان يتحدث عن هذه الخطوة الجبارة التي وضعت خطوات كبيرة للأمان المستقبلي لاقتصادي السعودي أشكر الأسرة المالكة على هذا الجهد الجبار الذي لا يؤلو جهدا في حب الرقيب المواطنين المكاربية السعودية وهذا الشيء لا يستغرب على دولتنا وأسأل الله أن يوفقها ويوفق الجميع أول شيء أشكر ملكنا سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ومحمد بن سلمان حفظه الله أشكر كل القرارات وكل الحاجات الجيدة التي صدرت لأنه كانت وطلعتنا فعلا كانت كبيرة مع أنه لم نحضر لقاء نفسه بس سمعنا الردود الأفعال كانت بشكل أكبر نتمنى أنه يكون لنا جزء من المكانيات هذه المستقبلية لأنه احنا فعلا نطمح الأشياء أكبر والله بسعادة غامر حقيقة لأنه النظرة السراثية في الانتقال من الاعتماد على النفط مطلقا للاعتماد على مصادر تنموية أخرى هذه نظرة سليمة وسبقتنا لها بعض الدول الثانية حتى على مستوى الخليج القريب وذي يعني الواحد يحيي فيها قيادة الدولة ويحتاج وصناعة القرار فيها في أن الناس تنتقل إلى البحث عن بداية تنموية أخرى عشان ما تكون عرضة لتنازع الأسعار صعودا وهبوطا وتراجع الاقتصاد كل ما هبط السعر بتاع النفط إن شاء الله متفائلين إن شاء الله مع هالقرارات الجديدة وهذه أنها تنفتح الوظائف لذل العيال يتوظفون ونأمل من الملك سلمان إن شاء الله الله يطول بعمره إن شاء الله أنه من هنا الأحسن إن شاء الله بالنسبة للاستقبالي يعني للرؤية والأشياء هذه كلها اللي صارت اليوم كمواطن سعودي صراحة أنا مرحب بالأشياء هذه كلها إن شاء الله توجه المملك إن شاء الله إن شاء الله في المستقبل القريب توجه إن شاء الله إيجابي في الحقيقة احنا في هذا العصر الزاهر في عهد خادم الحرمين اشتري فيه نحفظه الله الملك سلمان العبد العزيز وولي عهد الأمين وولي وولي عهده نعيش إن شاء الله في رخاء وسعادة وأمن وأمان نصر الله أن يديم عزهم وأن يرفع راية الإسلام إن شاء الله إلى أبعاد الحدود إن شاء الله أشكر الولي وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على هذه البادرة الأكثر من رائعة حتى ينهض الشعب وشبابنا بدلا من البطالة والاعتماد على النفط كدولة مصدرة باعتبار أننا أغنى دولة يطمحون إلى المزيد من الوظائف الحكومية والرواتب فهذه البادرة تجعل العديد من الشباب ينهضون إلى الاستثمار إلى المشاريع الخاصة بهم والله إن شاء الله تكون التحول للأفضل ونتمنى إن شاء الله من القيادة الحكيمة أنه يكون فيه التحول يكون للأفضل إن شاء الله وإيجاد فرص للمواطنين فرص أفضل للمواطنين إن شاء الله يكون الحال الأحسن ونتمنى الخير للبلد نتوجه الله بالدعاء أن الله يوفق خدم الحرمين الشريفين ولي عهده والنائب الثاني والحقيقة يعني رؤيتي للموضوع أولاً إحنا لازم نرجع للبدايات إحنا يعني بداياتنا الحمد لله بدايات عظيمة يعني تأسست البلاد هذه مش بالصدفة جت واستحققنا استحقاقاتنا بعمل عظيم قام به المؤسس جلالة الملكة عبد العزيز رحمه الله في الحقيقة أسس للبلد تأسيس عظيم في النظام الأساسي للحكم وضع لنا استراتيجية كبيرة فرض احترام العالم لنا المسيرة بعد حياته العامرة بالخير رحمه الله أتى بعد أبناء ساروا على نفس الخطى واستثمروا المواقف واستثمروا الأحداث